تضاعف حالات الاعتداء على موظفي رعاية الشباب في فينا أثناء سحب الأطفال ودي اللي بتكون الأطفال اللي بتسحب من أسرها نتيجة للمعاملات الخاطئة أو للاعتداءات وبتضطر رعاية الشباب إنها تقوم بسحب الأولاد من الأولاء الأمور وهنا بيحصل اعتداءات على الموظفين عند سحب الأطفال جزئية برضو تعتبر مشكلة من المشكلات اللي هي نتمنى إنها ما توصلش للحالة دي إن توصل لعملية سحب الأطفال نتمنى والله سيدكريم ولكن يعني هيك خبر تضاعف حالات الاعتداء على الموظفين يعني هذا الكلام وارد جدا يعني واحد حدا عم يدخل على بيتك بقول له ودي أخذ ابنك ودي أخذ بنتك ودي أخذ طفلك كيف بدك تعمله لو سارد فضال خد شنجان قهوة وخده طبعا بده تكون هاي حالات العنف اللي عم تسير يعني وحالات المواجهة لربما مكتب حماية الشباب الإما ألف يعني لربما ببعض الحالات وربما بكثير من الحالات لديه الحق لأنه فعلا مثل ما كنا عم نحكي هذا الموضوع الفكرة متصل بالموضوع اللي قبله سيدكريم مجتمعاتنا هشة مجتمعاتنا ضعيفة مجتمعاتنا قبلية مجتمعاتنا بدائية لازم يكون في تحضر من التعامل مع الزوجة مع الابن مع الطفل مع الجار مع الأخ مع الأخت كل هاي الأمور لازم يكون فيه نعرف كل واحد يعرف شو الحدود اللي هو عليها ما هي أين نلتقي أين نختلف أين نبتعد أين 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 كل هاي الأمور سيد من دوح لابد من مراعاتها فبالتالي هذا التقرير يعني إحنا بعيدا عن تفصيل هذا الخبر إحنا بهمنا صراحة الجزء اللي بهم مجتمعاتنا كي تتعامل معه موضوع اليوغد أمت بده هدوء جدا بالتعامل معه بده روية بده محامي شاطر بده يعني فيه كتير أمور فعليا فيه كتير أمور فعليا لازم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح أنا أعتقد أن بما أنه فيه في المجتمع المساوي حاليا فيه كمية كبيرة في جاليات عربية موجودة أعتقد أني لابد من عادة صياغة القوانين بما يتناسب مش إكحاف ولكن بما يتناسب مع جزء من العادات والتقاليد اللي بتناسب لأن حاليا دلوقتي مش كل الناس اللي هنا بيبقى مجنع عليها ومش كل الأخطاء اللي بتحصل بيكون نتجتها هو صحب الأطفال أنا بدع كل مين عم بيسمعنا لك هل في حلقة باللاي كونترول حطونا الصورة لو سمحت شوي أنه أنت الحلقة اللي تسجلت مع الأستاذ نيفين أتمنى أدعو كل شخص عم يسمع لليك الحلقة ظاهرة أمامي على الشاشة موجودة على اليوتيوب موجودة على الفيسبوك موجودة بكل قنواتنا وموجودة بنفس هذا الخبر يعني لليك اللي بدخل على هذا الخبر بيلاقيها بيلاقي الحلقة موجودة أتمنى كل مين عم بيسمعنا يدخل ويسمع هذه الحلقة حلقة بالغة الأهمية حلقة غنية جدا بالمعلومات بصراحة لازم كل واحد حتى يعرف ما هي صلاحيات ما هي صلاحيات اليوغت أمت وإيه بتختلف وإيه بتلتقى وإيه بتصير تسلط وإيه بتصير كذا وإيه بتصير هيك مشكلة كيف نتعامل معها لسازة نيفين أعتقد جاوبت على كل هاي الأسئلة بهذا الشيء طبعا الموضوع سيطبع خلقات أخرى ولكن يعني هاي من أحد أهم وأبرز الحلقات اللي نحن قمنا فيها سابقا